أهلا أحبائي إخوتي الجزائريين هاي رسالة خاصة لإخوتي اللي من الجزائر بحييكوا بنعمة وسلام الرب يسوع المسيح أول شيء بحب أشكر الرب من أجل الكنيسة في الجزائر من أجل الإخوة والأخوات من أجل المؤمنين اللي بيعملوا بجد وكد وفعلا شجعان وعم بيقوموا في عمل الرب بكل جبروت بدون خوف وبدون أي تراجع وبشكر الرب من أجل صلواتك لإلنا لخدمة نور لجميع الأمم أولياك كنا نور وبشكركم من أجل محبتكم واهتمامكم فينا وبالذات لما بتقابل مع كتير من الأحبة في المؤتمرات على طول بيجوا بحوطوني وبيحطوا إيديهم علي وبيصلوا دايما من أجلي فأنا بشكركم مرة تاني من أجل كل محبة بتقدموها من أجل صلواتكم ومن أجل دعمكم أيضا وأنا عارف في هذه الأيام أنتوا عم بتمروا في عواصف شديدة وهي العواصف ذكرتني في العاصف اللي كانت على بحيرة طبرية والمسيح جاء في أسرع طريقة جاء ماشياً على المياه وقال عبارة جميلة جداً وأنا حابب أشجعكم فيها قال تشجعوا أنا هو لا تخافوا موجودة في إنجيل متى الإصحاح الرابع عشر وأنا عاوز يعني ألفت انتباهكم أنه كان في عواصف من برة الأمواج والرياح بس كمان كان في عواصف من جوا من جوا كان في خوف كان في شكوك وكان في عدم إيمان وهي العاصفة أشدها يا جاناً أنا عاوز أشجعكم أن تتشددوا بالإيمان وتمتلقوا بالروح القدس وإحنا لما نصلي مع بعض ومنصرخ للرب الرب بيجي في أسرع وسيلة وبستجيب بأسرع طريقة عندما صرخ بطرس وهو يغرق قال يا رب نجني والرب نجاه أحبائي الجزائريين أنا بشكر رب أنا عارف أنه في عواصف وفي اضطهاد ضد الكنيسة وفي تسكير كنائس كتير لكن قديش تشجعنا لما شفنا المؤمنين ما اهتموا بتسكير الكنيس لكن كانوا يصلوا في بالشارع أو بالغابة أو في أي مكان آخر اليوم أنا عاوز أصلي من أجل كل أخ وكل أخت بصلي أنه الرب يملأكم من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي أنا بصلي اليوم الرب يعطيكم سلطان إلهي بمد يده بآيات ومعجزات ولسيما في هذه الأيام بصلي كمان الرب يعطي إحسان ومعروف أولا في عينين الرب في عينين السلطات وأيضا في عينين الناس اللي بتخدموا معهم صدقوني الرب بيعطي إحسان وبيعطي معروف وكمان أنا بصلي هيك الرب في كل الأمور ولسيما يكون في حرية حرية أنه نعبر عن رأينا حرية أنه نختار الدين أو نختار الإيمان اللي إحنا بدنا إياه وبصلي كمان كمجموعة أحبائي أنه نمتلق من محبة الرب وأنه نزداد بالإيمان ونمتلق من معرفة الرب وأنا أؤمن أحبائي أنه إحنا جسد واحد بغض النظر المسافات الجغرافية لكن روح الله القدوس لا تحد أي مسافات وأنا أحب أذكركم أنه إحنا واحد في المسيح وسواء كان اضطهاد جسدي أو اضطهاد فكري أو مقاومة سواء روح ضد المسيح اللي عم تنتشر في هذه الأيام إحنا جسد واحد بنعمل لمجد الرب يسوع المسيح فأنا بصلي أنه مثل ما بقول الكتاب أنه اتفق اثنان منكم على أي شيء في الأرض يكون لكم أحباء الجزائريين أنتوا لكم عز خاصة ومحبة خاصة في قلبي وأنا فعلا بشكر رب من أجلك أنتوا أبطال بالإيمان وأنتوا تشجيع إلنا وتشجيع كتير لمؤمنين الخايفين أو مترددين أنه حتى يشاركوا أو يشهدوا عن يسوع المسيح أنا بصلي أنه الرب يحميكو ويرسل جيش من الملائكة فعلا يكون حواليكو وكل كلمة بسلطان الرب أنه بتتكلموها أنه تكون فعلا اتم في هذه الأيام وأنا بصلي أنه الرب يفتح الأبواب وبصلي أنه معرفة مجد الرب تملأ كل الأرض في يوم من الأيام الجزائر شمال أفريقيا جاء منها أبطال كثيرون منهم آباء الكنيسة وأبطال اللي كانوا في المجامع الكنسية اللي وقفوا من أجل الإيمان المسيحي ودافعوا عن الإيمان المسيحي والمسيحية التي كانت منتشرة في شمال أفريقيا الرب ما بينسى أي شخص الرب يعود أضعاف وأنا بصلي في اسم الرب يسوع أنه هذه الأيام تكون أيام افتقاد وأيام انتعاش وهيك الرب يزور شمال أفريقيا زيارة خاصة ويستخدم الجزائريين بقوة الروح القدس كل مشاهدينا وكل اللي بيخدموا معنا بحب أقول لكوا أنه بحبوكوا وبيصلوا من أجلكوا احنا واحد في المسيح يسوع ربنا يباركوا